المورد الحادي عشر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها يقول لما ملك صلاح الدين قلعة اعزاز رحل الى حلب فنازلها منتصف ذي الحجة وحصرها وبها الملك الصالح ومن معه من العساكر وقد قام العام في حفظ البلد القيام المرضي بحيث انهم منعوا صلاح الدين من القرب من البلد لانه كان اذا تقدم للقتال خسره واصحابه وكثرت جراح فيهم والقتل وكانوا يخرجون ويقاتلونه ظاهر البلد فترك القتال واخلد للمطاولة وانقذت سنة احدى وسبعين ودخلت سنة اثنتين وسبعين وهو محاصر لها ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح في العشرين من المحرم اي بداية سنة اثنين وسبعين يقول ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح في العشرين من المحرم فوقعت الاجابة اليه من الجانبين لان اهل حلب خافوا من طول الحصار فانهم ربما ضعفوا وصلاح الدين رأى انه لا يقدر على الدنو من البلد ولا على قتال من به فاجاب ايضا وتقررت القاعدة في الصلح للجميع للملك الصالح ولسيف الدين صاحب الموصل ولصاحب الحصن ولصاحب ماردين وتحالفوا واستقرت القاعدة ان يكونوا كلهم على الناكث على الناكث الغادر فلما انفصل الامر وتم الصلح رحل صلاح الدين عن حلب المورد الثاني عشر اقول بالرغم من انه كان عازما على دخول بلد الفرنج ونهبه والاغارة عليه لكن صلاح الدين فجأة يستجيب لطلب الفرنج الهدن والصلح فيصالحهم وهم الفرنج العدو الاقرب ويجهز حملته العسكرية ويوجهها ضد المسلمين بين قوسين الاخوة الاعداء ضد الملك سيف الدين زنكي ففي الكامل الجزء التاسع في صفحة 422 قال ابن الاثير ثم دخلت سنة 71 وخمسمائة يقول تحت عنوان ذكر عدة حوادث يقول وفي هذه السنة في المحرم برز صلاح الدين من دمشق وقد عظم شأنه بما ملكه من بلاد الشام وبكسره عسكر الموصل فخافه الفرنج وغيرهم وعزم على دخول بلدهم ونهبه والإغارة عليه فأرسلوا إليه يطلبون الهدنة فأرسلوا إليه يطلبون الهدنة معه فأجابهم إليها وصالحهم فأمر العساكر المصرية بالعود إلى مصر والاستراحة إلى أن يعاود طلبهم وشرط عليهم أنه متى أرسل يستدعيهم لا يتأخرون فساروا إليها وأقاموا بها إلى أن استدعاهم للحرب مع سيف الدين على ما نذكره إذن خافه الفرنج وعزم على دخول بلدهم ونهب بلدهم والإغارة عليهم أرسلوا إليه يطلبون الهدنة وافق على نحو السرعة وجهز العساكر لقتال الأخوة المسلمين السنة الزنكيين ترجمة نانسي قنقر